اشتركوا في القناة وبمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بمملكة العربية السعودية وسيشارك فيه النجم العالمي فاندام ويشهد كالعادة أجواء من التشويق والإصارة والرعب اتجاه الديوف ويشهد برنامج رامز موفي ستار في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف الغير متوقعة ومشاركة الكثير من النجوم اللي بيظهروا مع رامز وكشف البروم وجزء من هذه المفاجآت وفكرة البرنامج بالدور كالتالي بالدور حاولين أن فنانين بتسافر السعودية على أساس أنهم مرشحين للمشاركة فيلم عالمي من بطولة النجم الكبير الأجنبي فاندام وبعدين بيعرف من فريق العمل أنه هو الفنان الوحيد المشارك في الفيلم وبيتبعت للضحية خمس مشاهد أكشن وحروب وقتال ولما بيوصل هناك السعودية بيبدأ يتضرب على المشاهد دي قبل التصوير ومن هنا بيبدأ المقلب في أول مشهد أول مشهد بيكون في طيرة فوق الضحية بتبدأ بضرب النار عليهم وفي المشهد التاني بتظهر متسيكلات بتجري والتالت بيكون راكب عربية والرابع بيحصل فيه نار أما الخامس بقى بيكون فيه الضحية فوق جسر عالي وبيقع من على الجسر في بحيرة وبيظهر له تمساح كتير قوي وبيكون الشكل مرعب جدا بصراحة وفي الآخر بيظهر له رمز جلال واللي بيكون طلل الوقت قريب من الضحية وبيكون متخفف دور ممثل مساعد وبعدها بيقلع على المسك اللي هو لابسه وبيكشف عن المقلب والنهاردة بقى ضحية جديدة من نوع جديد ضحية النهاردة مؤدل مهرجانات حمو بيكا وهيتعرض النهاردة حمو بيكا لبعض المغامرات في هذه الحلقة اللي هتجعله يتصدر الترند اليوم استنوا النهاردة الحلقة الثالثة اللي هتعرض الساعة 6 مساء على قناة NBC مصر تعالوا نشوف الضحية النهاردة يحصل فيها ايه واستنونا بكرة مع ضحية جديدة اشتركوا في القناة